موسيقى الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بمناسبة ذكر المولد النبوي الشريف كوتن يامر بتشكيل لجنة الحكومية بشأن حادث جسر القرم وكيا ذا تقول إن التبجير مجرد بداية كوريا الشمالية تدافع عن تجاربها الصاروخية الأخيرة وجارتها الجنوبية تبحث مع واشنطن وتوكيو سبل المواجهة الثالثة بتوقيت القاهرة الواحدة ظهرا بتوقيت جلانتش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم تقدم الرئيس عبد الفتاح أسيسي بالتهنئة للشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بمناسبة ذكر المولد النبوي الشريف وفي تدوينة له عبر وسائل التواصل الاجتماعية أكد الرئيس عبد الفتاح أسيسي أنه في هذا اليوم أشرق نور النبوة الخالدة على الإنسانية بأكملها فكشف عنها غيوم الجهل والأوهام مؤكدا أن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم كان نموذجا فريدا في الفضيلة كما دعا الرئيس عبد الفتاح أسيسي إلى ضرورة جعل هذه الذكرى العطرة نبراسا ومنهجا وقدوة تقوي من العزائم والإرادة في بناء الحياة والمستقبل وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت من ضبط 454 قضية تموينية بمضبطات بلغت أكثر من 101 طن من المواد الغذائية خلال 24 ساعة وتمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط قرابة 12 طن في مجال الاستلاء على السلع المدومة وضبط قرابة 90 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية إلى جانبي ضبط 718 قضية من بينها 46 قضية خبز ناقص الوزن و81 قضية خبز غير مطابق للمصفات في مجال قضايا المخابز كما تم ضبط 14 قضية بمضبطات بلغت قرابة 186 طن في مجال ضبط قضايا التهريب خارج منظومة توليد أرز الشعير أهلا بكم جديد إلى نشرة الثالثة تقدمت السيد انتصار السيسي قارينة رئيس الجمهورية بالتهنئة للشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف وفي تدوينة لها عبر وسائل التواصل الاجتماعية أوضحت السيدة انتصار السيسي أن هذه المناسبة المباركة نستلهم منها أسمى معاني الرحمة والمحبة والتواضع والإرادة الصادقة داعية المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الطيبة بالخير واليمن والبركات على وطننا الغالي مصر أصدر الرئيس الروسي بلادبير بوتين أمرا بتشكيل لجنة حكومية إثر وقوع حادث على جسر القرن وأوضح المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف أن بوتين تلقى عدة تقارير من عدد من المسؤولين الروس والقادة العسكريين والأمنيين قبل أن يصدر تعليماته بتشكيل لجنة حكومية لمعرفة أسباب ما حدث وإزالة أثاره في أسرع وقت ممكن أعلنت لجنة التحقيق الروسية في حادث جسر القرن مقتل ثلاثة أشخاص جراء الحادث وأضافت اللجنة أن المحاققين توصلوا لتفاصيل عن الشاحنة المتسببة بالانفجار على الجسر وأنها مسجلة في منطقة كراسوندار جنوب روسيا تتوالى التطورات الميدانية في خضم الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ أكثر من سبعة أشهر وجاء حادث جسر القرن الرابط بين شبه الجزيرة التي ضمتها روسيا إلى سيادتها في عام 2014 ليمثل نقطة تحول قد تكون مفصلية في الحرب لا سيما بعد ضم روسيا أربع مناطق من أوكرانيا وكالات إعلام روسية قالت إن نارا اشتعلت في سبع قاطرات صهاريجة على السكك الحديدية كانت متوجهة إلى القرن عبر الجسر بسبب انفجار سيارات مفخخة وهو الجسر الذي تم تشييده بعد ضم شبه الجزيرة للسيادة الروسية ويستخدم لنقل تجهيزات عسكرية للقوات الروسية التي تقاتل في أوكرانيا وبالتحديد في المناطق الجنوبية اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب قالت إن الانفجار على جسر القرن أدى إلى تضرر مسارين من طرقات الجسر مضيفة أن قسمين من الجسر البري انهارا جزئيا لكن الممر المائي عبر مضيق كيريتش الذي تنتقل من خلاله السفن بين البحر الأسود وبحر آزو لم يتضرر بدوره أعلن المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر بتشكيل لجنة حكومية لكشف الوقائع والوقوف على أسباب الحادث وإزالة تداعياته بأسرع وقت ممكن خاصة بعد اتهام رئيس مجلس القرم فلاديمير كونستانتينوف من سماهم مخربين أوكرانيين بالوقوف خلف الحادث على الجانب الآخر قال ميخايل بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني إن هذا الحادث هو مجرد بداية لكنه لم يعلن مسؤولية القوات الأوكرانية عن الانفجار وشدد على ضرورة تدمير كل شيء غير قانوني في شبه جزيرة القرم وإعادة المناطق التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا إلى سلطة كييف وترض الروس من كل تلك المناطق مما ينذر برد روسي قوي ربما يحمل في طياته تداعيات كبيرة على الصعيد الدولي موسيقى 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 أعلنت روسيا فتح تحقيق جنائي فيما يتعلق بالحادث الذي وقع على جسر القرم وأوضحت المتحدثة باسم لجنة التحقيق الروسية أن البيانات تشير إلى أن السبب يرجع إلى انفجار شاحنة في قسم السيارات على الجسر من جانب شبه جزيرة تمان ما أدى إلى اشتعال النيران في سبعة خزانات وقود لقطار كان يسير في اتجاه شبه جزيرة القرم فتحنا تحقيق جنائيا فيما يتعلق بالحادث الذي وقع على جسر القرم تشير البيانات إلى أن السبب يرجع إلى انفجار شاحنة في قسم السيارات على الجسر وذلك من جانب شبه جزيرة تمان الانفجار أدى إلى اشتعال النيران في سبع خزانات وقود لقطار كان يسير في اتجاه شبه الجزيرة ونتيجة لذلك انهار قسمان للسيارات بشكل جزئي محقق اللجنة يعملون على اكتشاف الملابسات والأشخاص المتورطين في الجريمة أعلنت وزارة الدفاع الروسية تعيين الجنرال سيرجي سروفيكين قائدا عاما جديدا للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يأتي هذا الإعلان في أعقاب ما ورد عن إقالة موسكو قادة إثنتين من المناطق العسكرية الروسية في وقت سابق قالت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية التي تقاتل في مناطق ميكولايف وكريبي ري وزابوريتجا بجنوب أوكرانيا يمكن أن تطلق جميع الإمدادات التي تحتاجها عبر الممرات البرية والبحرية القائمة يأتي ذلك بعد تضرر جسر القرم الرابط بين روسيا وشبه جزيرة القرم نتيجة انفجار أدى إلى سقوط أجزاء منه مما أدى إلى توجيه حركة المرور في اتجاه واحد فقط وألحق أدرارا أيضا بخطوط السكك الحديدية أكد وزير الخارجية الروسي سيرجيل أفروفا أن موسكو التزمت بضبط النفس خلال ردها على العقوبات الغربية الاقتصادية ضدها وفي مقابلة صحفية أضاف الابروفا أن روسيا تمتلك كل الوسائل لحماية مصالحها الوطنية وأنها ستستخدمها إلى أقصى حد إذا لزم الأمر مؤكدا أن محاولات الغرب تمزيق الاقتصاد الروسي لم ولن تنجح قالت مصادر رسمية أوكرانية أن 14 شخصا على الأقل قتلوا في قصف صاروخي على مدينة زابوريجيا يأتي ذلك فيما قالت شركة الطاقة النووية الأوكرانية الحكومية أن الطيار الكهربائي الخارجي انقطع عن محطة زابوريجيا النووية بسبب هذا القصف مشيرة إلى أن المحطة تحصل الآن على احتياجاتها من الكهرباء من مولدات كهرباء تعمل بالديزل من جانبها قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن القصف الذي تسبب في قطع خط الطيار الكهربائي المتصل بأجهزة التبريد في محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا هو عمل غير مسؤول بالمرة ودعت مجددا إلى إنشاء منطقة حماية لتلك المحطة وذكرت الوكالة أن المحطة تعتمد الآن على مولدات كهرباء تعمل بالوقود مشيرة إلى أن مديرها العام رافيال جوسي سيزور روسيا وأوكرانيا قريبا لمناقشة إنشاء منطقة حماية للمحطة قالت وزيرة الدفاع الألمانية إن حلف شمال الأطلنطي يجب أن يبذل المزيد من الجهد في سبيل الأمن المشترك لحماية نفسه من الأفعال المحتملة التي قد تقدم أو تقدم عليها روسيا وخلال زيارتها للقوات الألمانية المنتشرة في لتوانيا شددت وزيرة الدفاع على ضرورة فعل المزيد من أجل الأمن المشترك لدول حلف النيتو مشيرة إلى ما قالت إنها تهديدات روسية لليتوانيا خلال تنفيذها عقوبات أوروبية على الحدود مع منطقة كالينجراد الروسية هذا وتتواصل الخلافات بين دول الاتحاد الأوروبي بشأن طرق التعامل مع أزمة الطاقة في ظل الحرب الروسية الأوكرانية ومع اقتراب فصل الشتاء تختلف الدول الأوروبية فيما بينها بشأن تحديد سقف لأسعار الغاز أو الاعتماد على مقترحات أخرى لحل أزمة الطاقة وسط استمرار للتداعيات السلبية للأزمة ما بين روسيا وأوكرانيا تصاعدت وتيرة الخلافات بين قادة دول الاتحاد الأوروبي بشأن تحديد سقف لأسعار الغاز وحزم الإنقاذ في كل دولة حيث اتهمت بولندا ألمانيا بالأنانية في طريقة تعاملها مع أزمة الطاقة المتوقعة في فصل الشتاء بسبب ما يقول رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مرافيسكي إنه إنفاق سخي من ألمانيا يقدر بقيمة مئتي مليار يورو على الإعانات لحماية المستهلكين والشركات من ارتفاع تكاليف الطاقة مكرراً الإشارة إلى المخاوف من فجوة مالية بين دول غنية قادرة على الإنفاق على الدعم المحلي وأخرى فقيرة لا تستطيع وتطالب غالبية دول الاتحاد الأوروبي باقتراح حد أقصى لأسعار الغاز إلا أن التفاصيل تظل محوراً للخلاف بين الدول الأعضاء في التكتل إذ تسعى بعض العواصم إلى وضع سقف شامل لكل تعاملات تجارة الغاز وعقود الاستيراد فيما تفضل أخرى وضع سقف لقطاع الكهرباء فقط ويعد وضع حد أقصى لأسعار الغاز واحداً من بين مجموعة من المقترحات والمبادرات المقدمة من الدول الأوروبية وذلك للتعايش مع انخفاض إمدادات الغاز من روسيا التي كانت توفر 40% من احتياجات أوروبا ورغم تراجع أسعار الغاز عن ذروتها خلال العام الجاري فإنها لا تزال أعلى بأكثر من 200% مقارنة بما كانت عليه في بداية سبتمبر من العام الماضي وتعارض ألمانيا والدنمارك وهولندا وضع سقف للأسعار خشية أن يعيق هذا الإجراء شراء الغاز الذي تحتاج اقتصاداتها ويقلل من تأثير أي حافز لخفض الاستهلاك على الجانب الآخر تحدث رئيس الوزراء الشيكية بيتر أفاليو على وجه التحديد عن وضع سقف لأسعار الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء فيما قال نظيره اللاتفية كريسيانسا كارينسا إن الحد الأقصى سيكون عظيما إذا كان بإمكان الاتحاد الأوروبي ضمان الإمدادات من المنتجين بدوره أعرب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل عن أمله في أن تؤدي المناقشات بين القادة الأوروبيين إلى اتفاق خلال اجتماعهم القادم خلال العشرين والحادي والعشرين من أكتوبر الجاري والذي ربما قد يمثل فرصة أخيرة للأوروبيين للتوافق فيما بينهم قبل فصل الشتاء القارس الذي يشي بمصاعب غير مسبوقة أعلنت السلطة الأوكرانية أن سبع سفن جديدة محملة بالمنتجات الزراعية الأوكرانية غادرت موانيها متجهة إلى دول أسيوية وأوروبية وذكرت وزارة البنية التحتية الأوكرانية في بيان أن السفن تحمل على متنها حوالي 172 ألفا وستمائة طن من الحبوب الأوكرانية مضيفة أنه منذ رحيل أول سفينة محملة بالمواد الغذائية الأوكرانية بعد إبرام اتفاقية الحبوب مع روسيا صدرت أوكرانيا 6.6 مليون طن من المنتجات الزراعية إلى مختلف أنحاء العالم موسيقى 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 أكدت الحكومة الفرنسية أن نحو 15% من محطات الوقود الفرنسية تعاني نقصا مؤقتا في نوع واحد أو أكثر من المحروقات هذا وحثت السلطات الفرنسية المستهلكين على عدم القلق على رغم من ذلك تواجه فريس موجة من شراء المحروقات بدافع الذعر خشية من نفاذ الوقود بالمحطات ما يفاقم المشكلة تواجه فرنسا العديد من المشاكل الاقتصادية وأخطرها نقص المحروقات الذي أدى إلى مشهد بات مألوفا فإما قادة سيارات ينتظرون في طوابير لملء خزنات مركباتهم وإما محطات وقود مغلقة مؤقتا بعد نفاذ مخزونها هذا وأكدت الحكومة الفرنسية أن السبب الرئيسي في تلك الأزمة يرجع للإضربات التي اكتاحت معامل تكرير الوقود الفرنسية مما يجعل الحياة صعبة على سائق السيارات في منطقة باريس وأماكن أخرى وأشرت أيضا الحكومة الفرنسية إلى أن نحو 15% من محطات الوقود الفرنسية تعاني نقصا مؤقتا في نوع واحد أو أكثر من المحروقات هذا ونفذ المخزون في العشرات من محطات الوقود بمناطق عدة في فرنسا لا سيما في باريس والشمال بعد أن تم إغلاق أربع مصاف من أصل ثمان نتيجة إضراب العمال لديها وقد أثر تفاقم الوضع على الحياة اليومية للسكان في البلاد مما يثير القلق والمخاوف من الأيام المقبلة إلى ذلك تواجه باريس موجة من الشراء بدافع الضعر من قبل بعض من يخشون نفاذ الوقود من المحطات مما يفاقم المشكلة بالرغم من أن السلطات تحث المستهلكين على عدم القلق الطلب الشهري على الوقود في الهند في شهر سبتمبر الماضي إلى أدنى مستوى له منذ نوفمبر من عام 2021 وانخفض إجمالي الطلب الشهري في شهر سبتمبر ثلاثة وستة من عشر بالمئة عن أغسطس الماضي على الرغم من ارتفاعه ثمانية وواحد من عشر بالمئة مقارنة بشهر سبتمبر من عام 2021 وأرجع خبراء السبب في انقفاض الطلب الهندي على النفط لأسباب من ضمنها الصيانة الموسمية للمصافي دفعت كوريا الشمالية عن السلسلة الأخيرة من تجاربها الصاروخية مؤكدة أنها رد المشروع على تهديدات عسكرية أمريكية مباشرة مستمرة منذ أكثر من نصف قرن يأتي ذلك في وقت اعتبرت فيه واشنطن وتوكيو والسول تلك التجارب تهديدا خطيرا للأمن والسلم تأتي عملية إطلاق الصواريخ في عام شهد عددا قياسيا من التجارب على أسلحة أجرتها كوريا الشمالية والتي أعلن زعيمها أنها قوة نووية وأن هذا الوضع لا رجعة عنه واضعا بذلك حدا لإحتمال إجراء محادثات لنزع السلاح النووي أجرى الممثل الأمريكي الخاص لشؤون كوريا الشمالية سون كام مقالمة ثلاثية مع مدير عام وزارة الخارجية اليابانية لشؤون أسيا والممثل الخاص لكوريا الجنوبية لشؤون السلام في شبه الجزيرة الكورية جاء ذلك لمناقشة أحدث عملية إطلاق الصواريخ الفاليستية التي قامت بها كوريا الشمالية وغيرها من الإجراءات التصادية والخطيرة وأكد كام ونظرائه أهمية التعاون الثلاثي بين الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية في محاسبة كوريا الشمالية على أعمالها الموزعزعة للاستقرار وغير القانونية التي تخالف قرارات مجلس الأمن الدولي وتشكل تهديدا خطيرا للسلام والأمن الإقلامية أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماونينج أن الوضع الراهن في شبه الجزيرة الكورية معقد وحساس ومن الضروري استئناف الحوار للتهدئة وقالت إن الصين تأمل في أن تتجنب الأطراف المعنية إثارة الأقوال والأفعال بهدف تهيئة ظروف لاستئناف الحوار كان رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني لي تشانشو قد دعا منتصف الشهر الماضي كوريا الجنوبية والصين إلى تعزيز التواصل الثنائي وتفعيل عملية الحل السياسي لقضية شبه الجزيرة الكورية من خلال القيام بدور نشط أعلنت وزارة الخارجية التايوانية أن عضوة الكونغرس الأمريكي إيدي بيونيس جونسون ستطل إلى تايوان الأحد في زيارة تستغرق أربعة أيام تحضر خلالها الاحتفال بعيد الوطني لجمهورية الصين وستشارك جونسون وهي رئيسة لجنة الألوم والفضاء والتكنولوجيا في مجلس النواب في فعاليات العيد الوطني للصين في تايبيه يوم الاثنين المقبل كما ستلتقي مع الرئيسة التايوانية ووزيرة الشؤون الرقمية وكانت الصين قد فرضت في أغسطس الماضي عقبات على سبعة مسؤولين تايوانيين لدعمهم انفصال الجزيرة كما تأتي هذه العقبات عقب زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوتسي إلى تايوان مطلع نفس الشهر والتي دفع تابكين إلى إجراء مناورات عسكرية بالذخيرة الحية في المياه المحيطة بالجزيرة حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من أن تبعات الفيضانات الكارثية في باكستان ستظل باقية لسنوات قادمة وفي كلمة ألقاها جوتيريش أمام جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة شدد جوتيريش على أن الاحتياجات الهائلة تتطلب دعما هائلا مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تعمل مع حكومة باكستان لعقد مؤتمر إعلان التبرعات بهدف تقديم دعم ملموس لجهود الإصلاح والتعمير في باكستان لا تزال الآثار السلبية للتغيرات المناخية تلقي بظلالها على معظم دول العالم ففي باكستان أودت فيضانات بحياة 1700 شخص ودمرت مليوني منزل وغمرت سلسة مساحة البلاد وإزاء هذه الكارثة دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تعزيز الدعم المالي لبلدان النامية لتمكينها من مواجهة التغيرات المناخية وعلى رأسها دعم باكستان التي شهدت فيضانات تاريخية وقد أشارت الدول 193 الأعضاء في الجمعية العامة إلى ضرورة تحسين الوصول إلى تمويل دولي للتحرك المناخي لمساعدة البلدان النامية خصوصا الضعيفة في مواجهة الأسار السلبية للتغيرات المناخية في التأقلم مع هذه التغيرات وتخفيف وطأتها من جانبه أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطوني جوتيريش أنه يعمل مع الحكومة الباكستانية من أجل تنظيم مؤتمر للمانحين على أعلى مستوى من أجل توفير دعم ملموس لجهود إعادة التأهيل وإعادة الإعمار مشددا على أن هذه الكارثة ليس سوى مقدمة مشيرا إلى أن الفوضى المناخية تقرع حاليا باب الجميع في العالم كما دعا جوتيريش إلى جعل مؤتمر تغير المناخ كوب 27 المزمع عقده في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ مساحة للتحرك الجدي على صعيد الخسائر والأضرار مضيفا أن المؤتمر يجب أن يوفر وضوحا فيما يتعلق بعمليات التمويل الحيوية من أجل التأقلم والصمود أمام التغيرات المناخية أعلنت الشرطة الأيرلندية أن تسعة أشخاص لقوا مصرعهم في الفجار في محطة للوقود بمقاطعة دونيغال شمال غرب البلاد وقالت الشرطة الأيرلندية في بيان لها أن الأنفجار أدى إلى تدمير مبنى محطة الوقود التي تضم المحل الرئيسي ومكتب بريد المنطقة وألحق أضرارا بالمباني المجاورة قتل وأصيب العشرات إثر نشوب حريق في حافلة ركاب بعد صدامها بشاحنة على طريق سريع في ولاية ماهرشترا غرب الهند وقال مفوض شرطة مدينة ناشيكا إن ثلاثين راكبا كانوا على متن الحافلة المتجهة إلى بومبي عندما اصطدمت بشاحنة مما أصفر عن اشتعال النيران في الحافلة من جانبه أعرب رئيس وزراء الهند نارين رامودي عن حزنه الشديد إزاء الحادث وقدم تعازيه لأسر الضحايا وتمنى الشفاء العاجلة للمصابين وفقت وزارة الزراعة على تمويل 36 مليون جنيه جديد للمشروع القومي للبتلو في إطار المبادرة الرئاسية حيا كريمة وأعلن وزير الزراع سيد القصير الموافقة على المبلغ لعدد 87 مستفيدا من صغار المربين وشباب الخريجين بإجمال عدد رؤوس ماشية يصل إلى 849 رأسا وبلغ إجمالي ما تم تمويله للمشروع حتى الآن أكثر من 7 مليارات و77 مليون جنيه لأكثر من 41 ألف مستفيد لتربية وتسمين ما يزيد عن 464 ألف رأس لتوفير المزيد من اللحوم والألبان أطلقت وزارة الصحة خمسة قوافل طبية ضمن المبادرة الرئاسية حيا كريمة يومي الثامن والتاسع من أكتوبر وتضمنت القوافل جميع التخصصات الطبية للكشف والعلاج بالمجانة وشملت القوافل لعدة محافظات هي القليوبية، الفيوم، السيوت، الوادي الجديد، وسهاجة انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة صالح الشيخ من تنفيذ برنامج تدريبي بعنوان الإدارة العصرية وشكاوى المواطنين يأتي ذلك بالتعاون مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء وفي ضوء التنصيق بين أمانة مجلس الوزراء في مصر وأمانة مجلس الوزراء بالسودان وهذا البرنامج هو الخامس الذي ينفذه الجهاز وذلك بعد انتهائه من تنفيذ أربعة برامج للمختصين في المراسم والبروتوكولات وإدارة الإعلام بالأمانة العامة لمجلس الوزراء السوداني وتأتي هذه البرامج التدريبية في إطار العلاقات الوثيقة بين جمهوريتين مصر والسودان والروابط التاريخية المشتركة والوطيدة بين الشعبين بالإضافة إلى تعزيز التعاون المشترك بين الأشقاء دشنت مصر برنامج المتطوعين المشاركين في تنظيم مؤتمر قمة الدول الأطراف في التثقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ قاب 27 تصدف فعلياتها مدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل انطلق العد التنزلي لمؤتمر قاب 27 حيث تتجه أنظار العالم نحو مدينة السلام شرم الشيخ بداية من السادس من نوفمبر المقبل حتى الثامن عشر من الشهر نفسه حيث يجتمع قادة العالم بالقمة التي تحضرها 197 دولة ومسؤولون رفيع المستوى في الأمم المتحدة وألاف من النشطاء المعنيين بالبيئة من كافة دول العالم من أجل نافذة جديدة لمناقشة تغير المناخ وما تفعله هذه البلدان لمواجهة هذه المشكلة ومعالجتها تابع رئيس هيئة الرعاية الصحية أحمد السبكي آخر مستجدات التطوير وتجهيزات الجارية بمستشفى شرم الشيخ الدولي لتحويله إلى أول مستشفى أخضر في مصر جاء ذلك تزامنا مع الاستعدادات لاستضافة مصر مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ كوب 27 كما تفقد السبكي أعمال مشروع رفع كفاءة الطوارئ والرعايات المركزة بمستشفى شرم الشيخ الدولي لمشاركة في التأمين الطبي للمؤتمر ضمن خطة وزارة الصحة وشدد على الانتهاء من أعمال التجهيزات والتطويرات الجارية في المواعيد الزمنية المحددة ووفقا للمعايير والأكواد العالمية تواصل الدولة المصرية جهدها لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة وجودة عالية وبمناسبة العام الدراسي الجديد وجه وزير الترمية المحلية هشام أمنى المشرفين على توزيع سيارات مبادرة سند الخير في المحافظات التي أطلقتها لتوفير السلع الغذائية بتركيز تواجدها في الأحياء الشعبية والمناطق الأكثر احتياجا وأوضح أن المبادرة التي أطلقتها الوزارة في شهر مارس الماضي تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة تكاتف كل جهود الدولة لدعم المواطنين في المناطق الشعبية والأكثر احتياجا وتوفير احتياجتهم الغذائية بأسعار مخفضة وجودة عالية في ظل اتفاع الأسعار نتيجة الأزمات العالمية هذا وتستهدف مبادرة سند الخير للمناطق الشعبية والأكثر احتياجا لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية بجميع المحافظات ترجمة نانسي قنقر يقدم مركز طب الأسرة بقرية الوصفية بالإسماعيلية الخدمة الطبية لأكثر من عشر قرى وما يقرب من 27 ألف مواطن وتعد رعاية الصحية الأولية هي العمود الفقري بمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة جهود متواصلة للدولة المصرية لتوفير حياة كريمة للمواطنين في الإسماعيلية وخلال وقت قياسي تم الانتهاء من تطوير 32 مركز طب أسرة بمراكز وقرى المحافظة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة مركز طب الأسرة بقرية الوصفية بالإسماعيلية أحد مراكز الرعاية الأولية التي شملها التطوير ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الخدمات المتاحة عندنا كمان خدمات وقائية زي التطعمات الكبارية للأطفال المركز عندنا يقدم خدمات ل27 ألف مواطن متوزع على حوالي عشر قرى يقدم مركز طب الأسرة بقرية الوصفية الخدمة لأكثر من عشر قرى لخدمة ما يقرب من 27 ألف مواطن حيث تعد الرعاية الصحية الأولية العمود الفقري بمنظومة التأمين الصحي الشامل إدارة المنتفعين هي إدارة مستحدثة في هيئرة الرعاية الصحية في منظومة التأمين الصحي الشامل بتهدف دائماً لأنها تكون حلقة الواصلة ما بين المنتفع ومقادم الخدمة وبنتأكد أن المنتفع بيأخذ خدمته بأعلى جودة وما توجهوش أي صعوبات أو مشاكل ولو كده أي شخص بيتواجه منها وبنحاول الحلقة فقط نشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي على مبهوده الكبير جداً وتطور كبير مع هيئة وزارة الصحة وهيئة التأمين الشامل وأيمين بخدمات كويسة جداً جداً من الساعة 8 إلى الساعة 8 مساءً وبعد الحجز لكشف الطبي وعبر الكول سنتر يتم تحديد الموعد المناسب لكشف الطبي بأحدث الأجهزة والمعدات وتشمل خدمات المركز كلما يشمل صحة المرأة والأطفال مع تقديم خدمات الأسنان وتوفير العلاج المناسب للمواطنين بعد توقف دام أربعين عاماً على آخر بطولة للسباحة في النيل انطلق سباق النيل لبطولة الصعيد لسباحة المياه المفتوحة بالممشى السياحي بكرنيش مدينة أسوان الجديدة بعد توقف دام أربعين عاماً على آخر بطولة للسباحة في النيل انطلق سباق النيل لبطولة الصعيد لسياحة المياه المفتوحة بالممشى السياحي بكرنيش النيل بمدينة أسوان الجديدة السباق شهد مشاركة واسعة من منتخب مصر الوطني للسباحة الطويلة أبطال إفريقيا 2022 بجانب عدد من الأندية الرياضية على مستوى محافظات الصعيد بإجمالي 120 سباحاً وسباحة دي أول بطولة بتتعامل في النيل بقالنا أربعين سنة ما فيش بطولات في النيل فدي البداية بإذن الله مشارك 120 سباحة وسباحة من كل محافظات الصعيد مشارك معنا المنتخب القومي لسباحة المياه المفتوحة اللي هو أبطال أفريقيا لسنة 2022 مشاركة متميزة النهاردة لمنطقة الصعيد وعودة لسباق النيل مرة تانية طبعاً منطقة الصعيد بتشارك بمجموعة هيلة جداً جداً وعبر المتسابقون عن فرحاتهم والغامرة بتواجدهم ومشاركتهم في سباق النيل لأول مرة مؤكدين أن هذا التواجد يخلق مزيداً من اكتساب الخبرات خاصةً وأن البطولة تشهد تنافساً للمرحلة السنية 14 سنة وحتى مرحلة العمومي لمسافة ثلاثة كيلو مترات يعني حصلت أجربة جديدة الصراحة حاجة لزيزة مختلفة وأول مرة شارك في الميان مفتوح إن شاء الله وجاي إن شاء الله حباً في مصر وقامل حاجة إن شاء الله شاركتها بكده في سباقات في المينيو وإن شاء الله جاي أخذ خبرة من المنتخب ومن المية وعشرين سباح جاي بطولة الميان مفتوح إن شاء الله إن شاء الله أخذ خبرة من النوادي والمنتخب الوطني أول مرة أجيبت له أجي أسوان يعني أول بطولة ميان مفتوحة البقاء باكت مسافاته شارة في الصعيد وإحنا إن شاء الله أول مرة نجي أسوان في ظل وجود المنتخب وإن شاء الله نقدي إن شاء الله معهم يعني وهم طبعاً مساء العلالين أول مرة نشارك في سباحة بطولة طويلة وطبعاً الأجواء جميلة جداً والمنتخب المصر برضو دينا حتى كيكات وخبراتها تزود خبراتنا وكده فشاف أن الأجواء جميلة بصلاة إقامة هذه البطولة في النيل بمواجهة الممشى السياحي بمدينة أسوان الجديدة يضعها ضمن أحد أهم مقاصد السياحة الرياضية بما يتناسب مع موقعها المتميز وسحر الطبيعة التي تتمتع به هذه المدينة بجانب اكتشاف المواهب من الناشئين بما يساهم في النهوض بالألعاب الجماعية والفردية نشطت الصناعات اليدوية القائمة على استغلال المخلفات على أرض محافظة أسوان لتدخل في العديد من الصناعات يأتي ذلك بالتزامن مع انطلاق المهرجان الأول للتمور بمحافظة أسوان تزامناً مع انطلاق المهرجان الأول للتمور بمحافظة أسوان بمشاركة أكثر من مئة عارض نشطت الصناعات اليدوية القائمة على استغلال مخلفات ونواتج النخيل على أرض المحافظة لتدخل في العديد من الصناعات التي تشتهر بها سيدات أسوان يتم استخدام العرجون والخوص لصناعة الشنط المستخلص من سعف النخيل إذ تختار السيدات السعف المناسب للقيام بعمل أشكال مختلفة تدخل في صناعة الشنط وحافظات الخبز وغيرها نحن نشتغل على إنتاج وتدريب وتصوير الحرف الأدوية نشتغل على مخلفات النخيل منها العرجون ومنها الكورناف ومنها الخوص نحن ندمجه مع خمات تانية زي الجلد الطبيعي وزي الخيوط والكرشي والخرز وبنطلع منها منتجات زي المنتجات شخصية زي الشنط ومنها المحافظ ومنها البرتفيهات وفيه منتجات خاصة بالدكور نحن اشتغلنا حاليا في الهوية البصرية تنفيذ الهوية البصرية على منتجات الخوص والعرجون منتجات صديقة للبيئة احنا اشتغلناهم بثلاث تقنيات مختلفة تقنية الحرق على الجلد الطبيعي وتقنية الدق والتأبيب وكمان تقنية التطريز على القماش وده كان بناء على طلب من المحافظة انا شغلتي هنا بشتغل في الحرفة الخوص والعرجون وكمان مشتركين بحرفة العرجون في مسابقة مهرجان النخيل طبعا اصوان مشهورة بالنخل وعندنا 3 مليون و600 ألف نخلة فكلها دي متبقيات نخيل واحنا بنستخدمها في حاجات شنط وحاجات منفعة بنعمل اعادة تدوير لمنتجات النخيل وان شاء الله مشتركين في المهرجان الطمور السنة دي المهرجان كل سنة بتعمل في سيوة بس ان شاء الله احبها في أصوان هناك صناعات اخرى تنساب بين اياد السيدات منها الاحزمة والمحافظة الشخصية التي يتم تدعيمها بالخوص ونوع معين من الجلود وتستغرق القطعة المصنعة من الخامات المتاحة ما بين يوم واحد واسبوع خاصة الشنطة الكبيرة سيدات أصوان شاركنا في العديد من المعارض منها تراثنا وديارنا حيث كان الاقبال كبيرا على المنتجات الى جانب معارض اخرى في القاهرة والجيزة والاسكندرية والاقصر وفيما يتعلق بالتسويق تبذل السيدات مجهودا كبيرا من خلال المشاركة في المعارض وعبر صفحات التواصل الاجتماعي تمتلئ الشوارع والميادين بمصر بحلوى المولد احتفالا بحلول المولد النبوي الشريف فحلوى المولد تصنع في ربوع ارض المحروسة وتعد موسما لكسب رزق الكثير من العاملين على صناعتها العروسة والحصان والحمصية والفولية والملبن تمتلئ الشوارع والميادين بها منذ عصور الدولة الفاطمية اي منذ اكثر من الف عام فحلوى المولد النبوي الشريف تصنع في ربوع ارض المحروسة وتعد موسما لكسب رزق الكثير من العاملين على صناعتها والعلم دينة طنطا بمحافظة الغربية من اشهر المدن على مستوى الجمهورية في صناعتها وبها العشرات من المصانع التي تستعد مبكرا لتجهيز الحلوى والعمل على طرحها في الاسواق قبل الاحتفال بالمولد النبوي بنصنع بقى كل حاجة هنا يعني بنصنع علف علف سوداني علف سمسم وعلف حمص وبنعمل ارس بردك حمص وسمسم وبنعمل مكسرات فيه انواع تانية مثلا في فواخر ماشي فيه ارس فوزدو فيه ارس بندو ماشي فيه لوز فيه بسيمة صناعة حلوى المولد النبوي في طنطا مهنة تتوارسها الاجيال منذ سنوات طويلة ومع بداية شهر الربيع الاول تنتشر شوادر بيع الحلوى داخل مدينة شيخ العرب السيد البدوي كانت منطية سيد البدوي كلها منطية الحلوانية كلها وتمركزهم فكان دايما الاحتفال بالمولد النبوي هي عضف طمية فكانت منطقة تاعت السيد البدوي هي اللي كان بتنتج الحلويات فكله كان بيتتظاور السيد البدوي وياخد الحلويات من هناك فبقت كده طنطا مشهورة بالحلويات ورغم ارتفاع الاسعار هذا العام بنحو 30% عن العام الماضي مع ارتفاع اسعار المواد الخام لكن تظل مدينة طنطا تتميز بانها الارخص سعرا والاكثر جودة في الاسواق استقبل وزير الداخلية محمود توفيق وزير الحج والعمر السعودي توفيق بن فوزان الربيعة الذي يزور القاهرة حاليا على رأس وفد رفيع المستوى واستعرض الجانبان اوجه التعاون بين وزارتي الداخلية المصرية والحج والعمر السعودية فيما يتعلق باجراءات تنظيم موسم الحج واكد وزير الداخلية الحرصة على مد جسور التواصل وتعزيز اليات التعاون والتشاور المستمر مع وزارة الحج والعمر بالمملكة بما ييسر على قاصدي بيت الله الحرام من الحجاج المصريين اداء مناسك فريضة الحج على الوجه المأمول من جهته اعرب وزير الحج والعمر السعودي عن تقديره للجهود والاجراءات التنظيمية التي تتخذها وزارة الداخلية المصرية سنويا للترتيب والاعداد والاشراف على بعثة الحج المصرية فضلا عن تطلعه للتعرف على المعوقات التي قد تواجه الحجاج المصريين اثناء موسم الحج واي مقترحات لتذليلها اكد المدير التنفيذي لمستشفى الإصابات بأسيوت اسامة فاروق ان مستشفى إصابات أسيوت تم انشاؤه حديثا والحق به اول مركز طبي على مستوى الجماعات المصرية والافريقية لجراحات اليد واعادة الاطراف المبتورة واكد المدير التنفيذي لمستشفيات الإصابات بأسيوت ان مركز جراحة اليد والجراحات المايكروسكوبية هو احد مكونات مستشفى الإصابات والطوارئ الأكبر من نوعه على مستوى مصر والشرق الأوسط تقدم وتطور كبير يشهده القطاع الصحي في مصر في ظل اهتمام القيادة السياسية بالصحة العامة للمواطنين وبناء الإنسان هنا في جامعة أسيوت ذلك الصرح العلمي الكبير تم افتتاح اول مركز طبي على مستوى الجامعات المصرية والافريقية لجراحات اليد واعادة الاطراف المبتورة المركز بساعة حوالي 120 سرير به 8 غرف عمليات به 20 سرير عناية مركزة به 12 غرفة إفاقة والمركز تم افتتاح مستشفى الإصابات الحمد للبنى الرئيسي وبصدد افتتاح المركز خلال الأسابيع القليلة القادمة ويعد مركز جراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية أحد مكونات مستشفى الإصابات والطوارئ الأكبر من نوعه على مستوى مصر والشرق الأوسط بتكلفة مليار جنيه المركز جراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية وهو الأول من نوعه في جمهورية مصر العربية وهو تعمل بتكلفة حوالي 250 مليون جنيه ويحتوي على أحدث التجهيزات بالنسبة لجراحات الميكروسكوبية من ميكروسكوبات جراحية بالإضافة لغرفنا مركزة مجهزة بأحدث التجهيزات بالإضافة لأجهزة التخدير الحديثة والأجهزة المساعدة التشخصية المركز يهدف كذلك إلى تدريب الأطباء المصريين والأجانب على ذلك النوع من الجراحات حيث يشتمل على معمل مهارات جراحية يتسع لعشرين ميكروسكوبا تجريبيا نحن عندنا واحدة جراحات الميكروسكوبية من المراكز المتخصصة في علاج إصابات اليد وإصابات الأعصاب والأوعية الدموية ونقل الأوطار وإعادة توصيل الأطراف المبتورة وهي من الوحدات المتميزة ليس فقط في صعيد مصر لكن على مستوى جمهورية مصر العربية وافد إليها المتدربون من كافة أنحاء مصر والدول العربية المجاورة هذا هنا عندنا التمريد نحن جمنا بتدريبه على نظام الكافسولة هنا نظام الكافسولة ده نظام حديث على مستوى مستشفيات جامعة أسيو ودربناهم على نظام الكافسولة واتبعوا نظام التدريب وفي عندنا برضو العناية هنا برضو ضربناهم على العناية وفيها نظام حديث والمشين وكل حاجة حديثة فيها ضربناهم عليها ويقام مركز جراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية على مساحة 1600 متر مربع حيث تم تصميمه وفق الأكواد العالمية والمصرية المتخصصة في تصميم المباني العلاجية انطلقت فعليات بطولة السادس من أكتوبر للشترنج الدولي بمطروح التي ينظمها الاتحاد الدولي لشترنج تحت إشراف الاتحاد المصري لشترنج يشارك في البطولة 220 لاعبا من عشر دول مختلفة من بينها مصر وتستمر حتى الثالث عشر من أكتوبر الجاري تقام البطولة للمرة السادسة في محافظة مطروح وهي عبارة عن تسع جوالات بالنظام السويسري عشر دقائق لكل لاعب وسيتم توزيع الجوائز على اللاعبين الفائزين في إطار استراتيجية وزارة الدخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائزي الأسلحة النارية ومكافحة جرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد أصفرت جهودها خلال أسبوع عن تحقيق العديد من النتائج الإجابية تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها وعلى مدار أسبوع نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في كافة مجالات العمل الأمنية ففي مجال قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم أصفرت جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع عن ضبط 28 قضية بيع استوانات بوتاجاز في السوق السوداء بمضبطات بلغت 9667 استوانات بوتاجاز وضبط 25 قضية مواد بيترولية بمضبطات بلغت 477 848 لتر مواد بيترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء إضافة إلى ضبط 11 167 قضية سلع غزائية وتموينية بمضبطات وزنت أكثر من 3482 ونصف طن سلع غزائية وتموينية متنوعة وكذلك ضبط 5019 قضية مخالفة للمخابز بمضبطات بلغت أكثر من 133 ونصف طن كما تم ضبط 8 قضايا في مجال حجب السلع الاستراتيجية بمضبطات بلغت قرابة 80 ونصف طن سلع غزائية متنوعة وتم ضبط 2829 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر للسلع الغزائية وغير الغزائية بمضبطات بلغت أكثر من 665 ونصف طن كما تم ضبط 250 قضية استيلاء على الدعم بمضبطات بلغت ما يزيد على 55 طن سلع مدعمة متنوعة كما تم ضبط 7 قضايا في مجال البيع بأزيد من السعر لمواد البناء بمضبطات بلغت أكثر من 98 ونصف طن أسمنت و10 طن حديد تسليح كما تم ضبط 111 قضية في مجالات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز والشعير لموسم الحصاد الحالي وضبط حالات التهريب بمضبطات بلغت ما يزيد على 1067 ونصف طن أرز شعير كما تم ضبط 189 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر للسجائر بمضبطات بلغت 129401 عبوة وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 855 ألفاً ومائتين واثنتين وثلاثين مخالفة مرورية متنوعة من بينها 272 ألفاً و567 مخالفة تجاوز السرعة المقررة وخلال الحملات المرورية على الطرق تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 4621 من قائد المركبات تبين إيجابية عدد مائتين وثلاثة وعشرين سائقاً منهم كما تم المرور على 69 مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 607 من سائق حافلات المدارس تبين إيجابية ثلاث حالات كما تم فحص 306 مركبة وتبين عدم مطابقة 20 مركبة لشروط الصلاحية الفنية كما تم رفع 328 سيارة و45 دراجة نارية متروكة ومتهالكة وفي مجال ضبط مخالفات قائد الدراجات النارية تم ضبط 8389 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس الخوزة كما أصفرت جهود رصد مخالفات تركيب أجهزة التنبيه الضوئية أو الصوتية الخاصة بمركبات الطوارئ والمحظور تركيبها واستعمالها عن ضبط 1016 مخالفة الأجهزة الصوتية وضبط 1260 مخالفة الأجهزة الضوئية وضبط 3061 مخالفة الزجاج الملون بدون ترخيص وضبط 3164 مخالفة ملصقات وضبط 41 محلاً مخالفاً لبيع الأجهزة الصوتية والضوئية وفي مجال الأمن السياحية نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 1284 قضية ومخالفة أبرزها حياذة الآثار والحفر والتنقيب عن الآثار ومخالفات الشركات السياحية وفي مجال قضايا التيار الكهربائي ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 86123 قضية ومخالفة بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت 70.907.079 جنيه وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 396 قضية من بينها 235 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات ومائة وإحدى وستون قضية في مجال جرائم المطبوعات وفي مجال قضايا الأموال العامة ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 52 قضية بقيمة مالية بلغت 116.799.950 جنيه وفي مجال قضايا التهرب الضربية تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 2650 قضية بقيمة مالية بلغت أكثر من 1.680.000.000 جنيه قيمة تعاملات مالية مخفاه لم يقم الممولون باختار مصلحة الضرائب بها وجاري فحصها فنيا بمعرفة المصلحة لاستداء الضرائب المستحقة عليها كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 7.755.732 جنيه انتهت نشرة الثالثة وهذا تذكير بأبرز عنوية الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف بوتين يأمر بتشكيل لجنة حكومية بشأن حادث جسر القرن وكييف تقول إن التفجير مجرد بداية كوريا الشمالية تدافع عن تجاربها الصاروخية الأخيرة وجارتها الجنوبية تبحثهم مع واشنطن وتوكيو سبل المواجهة مشاهدين وصلنا إلى ختم هذه الجولة الإخبارية من التلفزيون المصري أشكركم على طيب المتابعة ودمتم سالمين